السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كنت تكونوا جميعا بألف خير وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو نزلوكم على القناة النهاردة جايبا لكم وصفة جميلة جدا جدا سهلة وسريعة وحلوة وطعمها روعة يا بنات هتحشقوها اكتر من المشروبات سواء في المشروبات البردة او السخنة العشبة دي هوريكم ازاي تنبتوها وتزرعوها وكمان تستخدموها وتفضل معاكم مدة طويلة جدا اول حاجة العشبة دي متوفرة في اي سوبر ماركت اسمها عشبة الليمون بالشكل اللي انا ورتها لكم كده انا جبتها بالشكل ده طبعا اوريكم انا بعملها الاول ازاي انا قطعت اللي فوق ده الاول وغسلته وطبعا بقشرها وابدأ سيفين انا غسلتها اهو وتأكدت ان هي من جوه ما فيهاش اي رمل ولا طراب ولا اي حاجة وهبدأ احطها عندي اه في براد او في حلة وهبدأ اعمل معايا المشروف بتاعي المشروف ده حلو جدا الفترة دي لنزلات البرد او اه للزكام اول انتو عارفين الجو عموما اليومين دول الجو يعني زي ما بنقول كده اه خصوصا احنا عندنا في دول الخليج الجو حر جدا جدا فالغالبية بيستخدم التكييف فبتبقى نزلات البرد كتير جدا الايام دي فالعشبة دي اه حلوة جدا وروعة اول حاجة سواء استنشقت البخار بتاعها او استخدمتيها سخنة دافية يعني مع عسل او مع سكر او مع سكر ضايت ده شكلها وهي سخنة تمام انا بعملها وبخلي المياه سخنة تغليق كويس جدا ونزلها في المياه وبعد كده ابدأ اخليها في الحلة بتاعتها المدة عشر دقايق ولا حاجة وبعد كده لو عايزة اسخنها ولا حاجة باسخنها ده شكلها اهو اهم الطعم بتاعها اللي هيسألني الطعم قريب من ايه الطعم اه نفس طعم سبرايت او الاستريبسون اه لمون طعم لمون بس طعم روعة جدا جدا انا بحليها بالسكر الاستفانة زي ما انتم شايفين بالشكل ده طيب لو انا مثلا واحدة تقولي انا عايزة اعملها مشروبات برداء الوصفات مثلا اه جو حر وعايزها برداء هتبقى روعة معاك جدا مع اللمون او اللمون ونعناع او تقدري تعمليها ساد ده شكلها اهو لما بتكون سخنة حلوة جدا مع العسل تقدري تنزلي فيها عود نعناع اه او مش عايزة نعناع برحتي الوصفة البرداء طبعا انا خدت جزء من المستخلص بتاع عشبة اللمون وحطيته فيه التلاجة معي هبدأ بس احط قطعة كده انا مخليها الكاميرا عشان تشوفوا كل حاجة هبدأ بقى اه اخد جزء من المستخلص ده واحطه فيه التلاجة معايا جزء بسيط في كاسة اخليه يبرد معايا وبعد كده هطلعه وهوريكم شكله بيبقى عامل ازاي اهو بيبقى بارد كده بضربه على طول بالمعلقة او بالمضرب اليدوي وببدأ بنزله كده طعم روعة ممكن تحليه بعسل تحليه بسكر اه سكر ابيض سكر اسمر براحتك حابة تشربه كده طعم روعة 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 بصراحة اه هيغنيك عن المشروبات الغازية اه في الصيف وهتلاقي حاجة صحية لولادك ده شكل الوصفة معايا بيبقى بالشكل ده لو حاب تقدميها اه حار او بارد طعمهم الاثنين احلى من بعض بالشكل اللي انتو شايفينه كده اه طبعا تقدري تعملي سموزي تقدري تعملي وصفات كتير جدا جدا بالعشبة دي بس هي احلى حاجة فيها ان تقدري تعمليها دفية او تقدري تعمليها برده انا ادت لكم الفكرة اتمنى الفكرة تكون وصلت لكم هبدأ اوريكو دلوقتي ازاي تقدري تعملي العشبة دي وتنبتيها عندك في البيت او تزرعيها عندك في قصيص في البيت وتسحبي منها الوقت اللي انت عايزها وتفضل موجودة عندك هنا بقى العشبة اهي العشبة اول ما بتيجي كده بشيل الورقة البرانية خالص بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده اهو بقشرها زي ما انتو شايفين بقشرها بالشكل ده عشان يطلع لي بس الجزر من تحت ويبقى الورقة البرانية تبقى نظيفة ومترتبة معايا اهي الورق اللي انا طلعته ده مبرموهوش انا بحفظه معايا في التلاجة وبقدر اشطفه واعمل منه المسحوق او الخليط بتاع مشروب اللمون اللي واردته لكم في البداية بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده باخد بناضفها مش بناضفها يعني بقشرها باخد القشرة البرانية بشيلها عشان اقدر استنبتها كويس اهو اتمنى يكون واضح اهم حاجة الجزر خلوه ما تلعبوش في الجزر ما تبوزوش في حاجة ده شكلها اهي بعد ما اشرتها شايفين الاشور اللي برا دي الورق ميت من برا فانا بشيل الورق الميت ده عشان اخليها تستعد للمرحلة اللي بعد كده زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده اهو بوريكم الورقة ورقة من برا ازاي بتشليها اما حاجة ما تجرحيش الصاك نفسه هبدأ بعد كده اجيب كاسة او علبة عندي تكون العلبة بحجم الكاسة وهبدأ احط فيها طبعا انا صورتها لكم بعد ما جدرت اها عشان تشوفوا النتيجة ان هي نكحة جدا جدا وروعة وهتستخدميها بوصفات كتيرة ومش هتقدر يتستغني عنها بالشكل اللي انت شايفها ده اهو فيه جزء كبير جدر طبعا ما تستعجليش فيه وهوريك هتعملي ايه عشان يجدر معاك ويبقى بالمنظر ده شايفين الجدور اهم حاجة خليها بعيدة عن ايد الولاد عشان ما فيش حد يحركها يشد الجذور يموتها شايفين دي لسه بدأت نبت اهيه وهوريكم واحدة منبتها كويس وطالع معها الجذر كويس اهو بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده اهيه طلعتها لكم شايفين بدأت نبت الجذور اهو بخليها في العلبة دي لمدة مثلا اه اربعة وعشرين ساعة تمانية واربعين ساعة لحد ما تقدر كويس جدا والجذور بتاعتها تكبر اشتركوا في القناة مرحو 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 للجزور وهتخليها آآ في العلبة دي آآ لمدة مسلا آآ تمانية واربعين ساعة هتلاقي الجزور بدأت تطلع. بس كده هو ده الفيديو كان بتاعنا النهاردة عشبة اللمون دي روعة جدا يا بنات لازم ما تخلوها شتخلة من بيتكم سواء في الصيف سواء في الشتاء. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون فتكم ولو بحاجة بسيطة جدا جدا. اتمنى تحطولي لايك شايروا الفيديو عشان يشوفوا اكبر عدد ممكن وسبسكرايب مني انا ومن قناتي بتمنى لكم يوم سعيد. هترككم في حفظ الله ورعايته مع الف سلام. باي باي.